معي من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبدالله معروف مساء الخير أهلا بك معنا سيد عبدالله من يحدد الوقت المناسب لاستقبال وفد مجلس الأمن؟ نعم حقيقة هذه الممارسات من حكومة المنمار في تأجيل الكثير من الزيارات المفوضة الأمومية هذه عادة عرفة بها منذ 2012 وقبل ذلك قبل أيام نحن فوجينا على موعد تحديد الذي وضع بين الدولتين مينمار وبنجرديش على عادة اللاجئين في 23 يناير وإذا بمينمار تصرح أنها غير مستعدة لعادة اللاجئين في هذا التوقيت واليوم نسمع برفضها عن استقبال وفد مجلس الأمن بمبادرة من دولة الكويت وخاصة السفير عكيلي حين حرص كل الحرص في هذا الشهر في شهر يناير أو في شهر فبراير أن يكون هناك وفد رفيع المستوى من مجلس الأمن يزولون منطقة راكال ولكنهم يرفضون مثل هذا الشيء وقبل ذلك رفضوا اللجنة المكونة الدولية لتقص الحقائق من أمم المتحدة هل يحق لي يا مينمار أن ترفض بعد ما نتحدث عن ممارسات توصف بأن إبادة جماعية؟ نعم هي فقط تريد أن تكسب الوقت لتنظف المنطقة من آثار الجريمة التي هي ملطقة بها هناك مقابل جماعية هي تخشى أن تكتشف هذه الوفود هذه المقابل الجماعية وعجسة الإعلام تنقل مثل هذه الأحداث هي تخشى الآن من قرى بأكملها قد حرقت ومحيت ورصدت بالأقبار الصناعية كما رصدت الجميع العامة لأم المتحدة وصرح بها أيضا الأمير زيد بن رعد لم يذكر أن مجلس حقوق الإنسان رصد بالأقبار الصناعية تحركات الجيش وهم يحرقون القرى بأكملها هي فقط تريد أن تكسب الوقت لتغطي على الأدلة والإهدانات التي تدينها هل سيكون بإمكانها أن تغطي بهذه الطريقة سيد عبدالله؟ أم أنه طبعا لن تستطيع لأن شهود العياد الموجودين الآن في بنغرديج كل واحد وكل أسرة وراءها قصة بريئة بالأحزار والمأساة والأعداد والحالات ليس بالضرورة أن نجد المقابر لنعرف أعداد القتلى صحيح؟ نعم نحن الآن حقيقة أنا نتحدث معي الآن مجموعة من الإخوة النشطاء من الرهجي الذين ذهبوا وعاينوا الواقع في مخيمات اللاجئين وسجلوا الشهادات وكثير من الانتهاكات حتى بعض النظمات الحقوقية ذكت من 80% من الأخوات المهجرات التي تعرضها للاقتصاب وأيضا هناك أكثر من 55% كل مفصال من من وجلوا فقدوا والديهم المسأة هي مسأة عظيمة جدا وإلى الآن لا نرى الاتفاق الكافي من النظمات الحقوقية الدولية لهذه الانتهاكات التي تدين مينمار بجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الحرب نحن الذي نريد فقط الآن من مجلس الأمن حين يعلموا الآن أن رفض مينمار أتى من عندهم وأنهم يقولون أن المنطقة غير آمنة نقول لمجلس الأمن أن يؤدوا دورهم الحقيقة الآن ويفصحوا أن ما يحصل الآن هي جريمة ضد الإنسانية ويصدروا مشروع قرار تدينه دولة مينمار على أن ما يرتكب الآن هو تطفير عرقي حتى يقرر رهيطة حق المصير لهم أما السكوت على هذا المذابع وحرق القرى ما زال مستمرا اليوم رصدنا هناك دورة مجلسة صرحت أن هناك رزوح جديد وهناك فاري جدد وبالأبس القريقة باليومين هناك قرى جديدة تم حرقها أين هذا الذي يدعونا وأنه ليس هناك انتهاك يعني ترصدون كل شيء سيد عبد الله فيما يتعلق من انتهاكات من موضوع النازحين من موضوع الأعداد من يقتل كل الأوضاع بالداخل من خلال شهادات من الروهينغا غير هذا هذا ما فهمتم حديث بالدقيقة والسادة بصورة حتى المقاطع التي صورت الآن المقابر الجماعي الخمسة بكاميرات النازحين هذه المقاطع تم نشرها من قبلنا ونحن نصد يومين الأحداث وبالساعة والدقيقة ننقل عن أبرى الوكالة الموجودة وكاتة مباركة بالإضافة إلى هذا هو الشق المهم جدا طبعا في موضوع المحاسبة وموضوع التوثيق ما يحدث بالإضافة إلى هذا هل تنسقون مع جهة معينة هل ممكن أن نتحدث عن مطالبات ربما ستلقى صدم في الفترة المقبلة القلق الدولي نتحدث عنه ولكن هل من بوادر أن نرى ترجمة على الأقال على الأرض؟ نعم نحن حقيقة كل ما يتطلب بالاتخاذ الأوراقة التي وسط العرافة الدولية والقانون الدولي في مجلس الأمن اتخذنا كل كافة الأمور والآن الكرة في ملعب طاولة حديث الأمن حتى يصدرون القرار لأنه الآن كثير من المنظمات الحقوقية تنتظر أن مجلس الأمن يصدرون القرار حتى يقومون برفع الدعاوة في محكمة لاهاية الجنائية لملاحقة مجرمين الحرب على رأسها أونسانسوكي هذه التي صمتت عن الجرائم هذه والآن تريد أن تنكر أن ما يحصل الآن وتطهير العرقي رغم مع اعتراف صمتت فقط؟ نعم صمتت فقط؟ ما هي؟ هي صمتت بل تنكر تقول ما يحصل في العراقرية عبارة عن دراما تمثيل ومثلونه روحية صحيح وهم يعتبرون بأنه هذه ردة فعل على عدد قليل من المسلحين الثائرين أنا أشكرك أعنيهم بالجريمة يعني لهذا علقت على كلمة صمت شكرا لك دائما معكم للوقوف على أخذ تطورات هذا الملف من مكة المكرمة نائم مدير الاتحاد الروهينجي سيد عبدالله معروف